احباء يا حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كده يريد لبس عليكم ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو وانتم مفقاة مصحة والعافية اليوم ان شاء الله بحول الله غدي نحطر معاكم واحد البغرير اكس بغرير فبساف عشرات دقائق يكون جاهز اذا ما غديش تستعملوا فيه بزاف دي الوسائل وما غديش تقلسوا فيه بزاف في الساعة غديش تكملوا اذا على بركة الله نبدو مع المقادير كيف ما كتشوفوا عندي هنا يا ربعة دي الكيسان ديال الماء دافي ثم غدي نضيف لهم ثلاثة ديال الكيسان ديال سميدة ارقيقة سميدة ديال الحرشة اللي كنستعملوا بها نستعملوها للحرشة وكنستعملوها حتى في البغرير بعد ذلك غدي نضيف مكونات الاخرى عندك ذلك واحد الكس الا ربع ديال الفرينة او الدقيقة الرطب عندنا واحد المعلقة صغيرة ديال السكر عندنا واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة وعندنا كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة فورية بعد ذلك غدي نضيف المكوين الاخر اللي هي واحد الخميرة ديال الحلويات اذا كل شي هاد المكونات هادي غدي نعملها في هاد المولينكس وغادي نطرب نحاول نطرب نزيان حتى ينسجم كل شي المكونات اللي عندنا الدقيق ما يبقاش فيه الكوتال وكذلك المكونات الاخرى وغادي غادي نسري في الصباح لنا واحد الفوقاهات كيف ما كتشوفو هادي هي اه داليل على ان كل شي نساجم بعد ذلك غادي نصب في 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 البول اللي غادي نستعمله مباشرة غادي نبدو نطيبو اذا الحبة الاولى غادي نطيبها معاكم غادي نطيبو على آآ تصوير يعني ما غاديش نقطعو حتى تشوفو النتيجة بنفسكم بدين كيف ما كتشوفو آآ في اللول غادي يكون نار شوية جهده على المقلة ديالي غا نطيبو فيها وطبيعة الحل بكل خاصة تكون ما كتلصقش بعد ذلك غادي نقصو شوية الحرارة باش تطيب البغرير ديالنا يطيب على حقو طريقو كيف ما كتشوفو هي بدت كتجمع بوحدها غادي نكملو هكا حتى تعطيب تماما آآ البغرير ديالنا في حالة ما يلا لاحظوا على ان البغرير ديالكم ما طبش واحد شوية كيبقى في الاخير ما كيبقى ما ما طبش كنحيدو البغريرة كنقلبوها على العيون ديالها بحالة كتشوفو هكا كنقلبوها على الزيف اللي غادي نحطو فيه اذا احنا البغريرة ديالنا هاي هي طابت اذا كيف ما كتشوفو بغرير ناجح مية في المية وبغرير اكس بريس كيوجد في الحين تانية غادي نقدمها ولكن طريقها مصرعة بشوفو النتائج اللي كتعطي هذينا هاد الوصفة هذي اذا ما تردوش باش تجربو هاد الوصفة لانها وصفة ناجحة مية في المية وسهلة جدا ما غديش تحبو في التحضير ديالها وكذلك ما غديش تعطيك وتلقوه بالزف ديال الوقت باش غدي تحضروها وباش توجدوها. اذا هذي هي الوصفة ديال اليوم. كانت من نتعجبكم. ما تبخلوش علينا باللايك ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وتقسمو الفيديو مع الاهبل والاحباب باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.